هذا وستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد حول آخر مستجدات أنشطة سننديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط سننديق الاستثمار في المعادن النفيسة وأكد مدبولي حرص الحكومة المستمرة على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وأشار التقرير إلى أن سننديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية والدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار ذلك من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن